السلام عليكم أعمل لكم كده جولة في قاعة الفي اي بي اللي في الهرم اللي احنا عاملين فيها الفرح فهو ده المدخل بتاعها وهو رالكو برضو من جوا تابعوني والناس اللي مش مشتركة في القناة تشترك وعملوني لايك كتير 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 دي القاعة كده من أولها القاعة دي زي ما قلت لكم ان هي في الهرم قاعة الفي اي بي من هنا بقى كده زي ما انوا شايفيني المدخل زي ما انا قلت لكم البتتو توقفة معي هي ولقيت ناس عارفيني من الفنز وكانوا بيصوروا معي اخيرا بقى عندي فنز بسكر كل الفنز بتاعي وكل الناس اللي متابعين هنا زي ما قلت لكم اهي وانتوا داخلين كده عم زي كبري وفينا فورتين على الجنب اليمين والجنب الشمال والنافورتين دول انا شفتهم كانوا جمال اول كانوا شغالين بس شغالون بالليل بس انا كنت جاي بقى بدر شوية عشان العروسة طبعا حبيبتي منت اختي وتعتبر اختي الصغيرة عشان المترابين مع بعض وكده القاعة زي ما نشايفين كده قاعة بصراحة جميلة وكلها منظمة وفيها امن وحراسة زي ما نشايفين كده في كل حتة الامن هتدخلوا كده بقى هتلاقوا كده مكان لسه لحد الوقتي مدخلتش القاعة ده المكان ده قبل القاعة ممكن تصوروا فيه تعملوا فيه سيشون اي حاجة كده اهو بس شكلها يعني حلوة يعني شكلها جامل وانا كنت بس صوره وقفت الصور شوية وورايا مكتوب الفي اي بي دي القاعة بقى بعد ما دخلتها هتلاقوا زي ما نشايفين هي بصراحة جميلة وشكلها شيك وتحفة اه شكلها عجبني واهم حاجة النظام انا محب النظام اوي ان كل حاجة فيها بنظام وشكلها هتلاقوا زي ما نشايفينه بقى زي ما نشايفينه كده ده المعزيم جم مستنين العروسة العروسة ما كانتشي لسه جت العروسة اصلا كانت بتعمل ميكوب فوق هتلع لها دلوقتي بس انا بوروكم القاعة من تحت قبل العروسة ما توصل اه شفته ما كنت عادة على الترويزة دي اه هخليكم بقى كده تشوفوا القاعة وخليكم معي لاخر الفيديو وكمان هوروكم الفرح كامل بس انا عملت لكوا حبيت عملكوا جولة في القاعة للناس اللي عايزة تحجز فيها او عايزة تشوف قاعة الفي اي بي اللي هي في الهرم دي من جوه وعملة ازاي هو ده شكلها من جوه اهو زي ما نشايفين كده وهنطلع فوق دلوقتي فها حجرات فوق للميكوب هطلع فوق للعروسة دلوقتي كده انا طلعت بقى اهو طلعت هنا كنا حجزين العروسة حجزة قوضة لتعمل فيها الميكوب وهوروكم شكل القاعة برضو من فوق كده هطلعت في الدور التاني ده وشكل القاعة من فوق اهو هي الاداءة هما اللي يطفيني الانوور عاملين اداءة كده رومانسية عشان العروسة لسه اصلا ما جاتش الزي ما نشايفين اهو ورتها لكم من فوق هي شكلها بصراحة ازاي ما قرطوا لكم جامل شكلها حلو وشيك وفيها نظام وفيها كل حاجة بصراحة اجابي اتنياني اه وعايز اقول لكم برضو كل سهو انتوا طيبين عشان رمضان قريب قربياني وبشكر جدا جدا كل الناس اللي متابعين اسيبكوا بقى تتفرجوا على القاعة هي كده شكلها كده من فوق واعرض لكم برضو الفرح كامل انتظروني واعملولي بقى متابعة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا فيديوهيتي كلها اول ما تنزل ده احمد بن اختي اه جاننا هي دخلت دي القوضة البتاع اللي العروسة كابتعمل فاميكا بس العروسة اصلا نزلت بتعمل سيشن هيو العريس بنزله نزله تحت ما نزلهش القاعة نزله ورا تقريبا في الجنين حاجة زي كده دي بقى خلود صاحبة العروسة وده احمد اخو العروسة وجنة ودي زيزي وممتاب وصورة صاحبة زيزي ده الكلو مصحاب العروسة ويلا بقى وده انا دزلت تحت العروسة كتخلصت السيشن وانا مشوفتهاش لسه خالص وعايز اشوف رد فعلي لما شوفها حبيبتي الله اجمل لاحظة في حياتي اذا ما قلتلكم انها من تختي ويعتبر انا اكبر منها بس مش كتير بتربنا مع بعض ده باعتبرهم اخواتي الصغيرين وباعتبرهم ولادي وولاد اختي واخواتي الصغيرين اجمل عروسة في الدنيا كلها بطوط بسك التلفوني وقع فما يلت جبت وكاور دي تابعوني وهنقلكوا الفرح كله كامل وده احمد اخو العروسة انا بقى عطت اخوت صور كده مع العروسة زي ما قلتلكم تعالوا ووريكوا بقى شوية صور كده من الفرح قبل ما اعرض لكم الفرح دي انا طبعا زي ما انتم شايفين ودي العروسة دي صور للعروسة اهي انا والعروسة وهوريكوا برضو العيلة بقى عشان اعرفكوا عليها ودي اخويا والعروسة العروسة اسمها فاطمة والعريس اسمها احمد دي بقى جنة وتوتا وشمس اولاد اخويتي وشمس وايلين جنة هي جماعة هوريكوا برضو في صورة الواحدة عشان الناس اللي كانت عايزة تشوفي يا جنة هتلبس ودي شوشو من طغتي الصغنونة دي وتوتا اللي لابسة فستان لونه زي ما انتم شايفين كده دي اختي اللي انا بقول لكم عندها قناة ام نور وهنزلكوا قناتها برضو دي جنة ودي شمس وايلين دول بقى اولاد اخويتي احمد قاعدة هولي مسك كسي الشيبسي محتاز بالشيبسي بتاعه ودي جنة اهو يا جماعة زي ما انتم شايفين كده وده فستانها وهوريكم برضو ده انا انا اعمل لكم شوات صور كده حلوين هوريكم الصور دي اهي زي ما انتم شايفين عشان في الفرح بقى ما تطغوش تقولوا مين دي ومين دي ودي اختي برضو اللي بقول لكم عندها قناة ويستطورنا مع بعض دي انا وده جوزي ودي اه ام نور اختي اه علشان في الفرح زي ما قلتلكو تبقوا عارفين كل بقى افراد الفرح انتظروني في الفرح ان شاء الله دول ولاد اخواتي توتا اللي لابسة فستان مختلف دول دي دي شمس وتوتا كان فرح والله جامد وجميل وان شاء الله اعرضو لكم خليكم معايا الناس اللي مش متابعاني اعملوا اشتراك للقناة وفعلوا زر الجرز علشان اول منازل الفرح يكون يجيلكو على طول دي خوخة صاحبة فاطمة اللي كانت معايا الحلقة اللي فاتت واحنا بنروس شقة العروسة دي او احمد ابني اهو وده احمد اخو العروسة اهو احمد اخو العروسة ابن اختي دي انا عملتلكو شوية سور كده وشوية لقطات وان شاء الله اعرضو لكم الفرح بقى الحلقة الجاية ده استيشن متاع العروسة وحنزلكو شورتس كده برضو اول ما رد فعلي العريس لما لما شاف العروسة والكلام ده كل ده استيشن اهو هعمل لكم فيديو هنازل الفيديو بتاع العريس والعروسة مع بعض وده اهو برضو ده كل ده كان قبل الفرح فاحنا انا حبيت عرض لكم السور ودي زيزي الدكتورة زيزي اللي كانت برضو بتروس معايا الحاجات مع السلامة برضو الناس اللي ما اشتركتش يلا عملولي اشتراك وحطولي